سنعرفكم اليوم على شابة من عكار لم تسمح للحادث الذي تعرضت له عندما كانت في سن السابعة من عمرها أن يمنعها من أن تتفوق في الشهادة المتوسطة أنغام الناظر خسرت بصرها بفعل حادث إطلاق نار حاربت المصاعب وواجهتها وحققت ما صممت له تعرف عليها وعلى قصتها الملهمة لكي تستمدوا طاقة إيجابية تملؤون بها حياتكم والله الحدسي بدك تقولي كان عنا هون موسم تلج كان سماكة التلج بالخمسين سنة تعريبا أمنا بكير لأينا التلج برا وبتعرف الولاد لما بيطلعوا بكير بيقوموا بيكونوا نيمين على الشيء بيطيقوا بكير بيلاقوا التلج شيء طلت تلعب برا قدام البيب رازق لنا حدا بعيدة عن البيت شوي هي عم تلعب قدام البيب عوص مشتت معناها لأصار خيط أنا بالشغل دقوا لي على الشغل جيت على البيت لأي طوي على الدم على الأرض حملتها ما أني ما طلعت لا يمين ولا شميل ولا عصياد ولا عحدها حملتها وطرت فيها على المستشفى ورحوا عيونها وهي بالمدرسة وأول ما بلشت بالبرا فيه كان فيه صعوبة أنه أنا مش صف عادة صف أنه في عندي تقديم فالصوبات اللي كنت وزيها أكتر شي بالماتير سيونتيفيك وقتها ما قدر شوف الـ بسعين الجيومتري كاشي الجيومتري ما قدر شوفه على الأستاذ مثل ما هوم عم يعمل على التابلو وبالتقديم كان فيه ماسين عم بيساعدني وكتير كانت منيحة معي وقدرنا نعمل التقديم بكل سهول مادام رولا كتير جربت أنه تقدم لي طالة بقدر أقدم مثلي مثل رفقاتي والوزارة كانت ترفض رفقت أكتر من مرتين بس مادام رولا ما وافقت وأهلي ما وافقوه ودلوا يرفعوا الطلاب لحتى قبلوا الوزارة أن يعمل تقديم مثلي مثله نعم هوني واسين فيني وبيعرفوا أداش قدرتي كنت متوقع لبيان أنا مش بس إنه الحمد لله أنا جبت ترابية أختار أنغام بمثابة معالمي ثانية بالبيت هي أول شي كان فيه ماتيار لترال وهي كانت لو كانت تسجل لي على الطابلت وأنا أعيده كذا مرة ولحتى قدر أحفظه على الماتيار سيونتيفيك كانت كل شي تشرح ليه بالأول وبعد منت بالالجابي الجيوماتي كانوا يمسكولي إدي ويمرؤولي فيه على الورقة بشان نعرف إنه كيف الفورم تبط الأشكال وهيك فقدرت أتعلم معهم حكي أن عمالي كان من ملوكي الفورس كان يحبه أتنازوها والصيد مظبوط أنا ما عندي نظر بس أنا عندي كل شي كل ولدي بحلم فيه إنه ما أوقف هون وظلم كفية موش ما كانت الصعوبات والإعاكات بدي كف لأنه درس التاريخ مع غير تلميذ مثلا بياخد مثلا ربع ساعة معه هي كان ياخد ساعة أو ساعتين لأنه عم تعيده كذا مرة ومش عم تشوف حروف أو هيك توصلنا لمرحلة إنه يا بوقف البنت على العلم يا بدنا نعمل المجهود لحتى نقدر نعلمه بتحفر كل استاز والصلي ولو مع لومة صغيرة تحتى أقدر كفية طريقة وما استسلم أبدا أول شي ما صدت إنه أنا جيب ساز برقل باش إنه بالأخير وقت اللي تأكدت وشافت ليها على أختي كتير مبسطت راحت فيقت البابا كان نيم بس فيقته بطريقة يدير الجنون قلت له بابا قوم أنا نجحت أنا نجحت أنا نجحت هو كان مكوبس بعده بس بس إنه فاق وآمل علي فتاش ومبسط قال لي مبروك يعني قلت بدي جيب المرتبة العليا وجبتي بدون نظر جبتي كيف بنظر كتر خير الله نحن فخورين فيها كتير وشو عنده طموح نحن قدامي أول شي إنه حياتي أكيد تغيرت من وقت ما كنت شوف قبل وهلا لأنه في كتير إشيانا لحالي ما بقدر أعملهم كان في كتير تنمر وهيك فأنا كتير تأقلوت مع هدا الشي وما خليته أسر علي أبدا شو أكتر كلمة أزيتك؟ أنت صرت يبنت ما بشوف أنه أنا صرت مختلفة عن كل العالم بس أنه بالآخر تعودت أنه قد ما سمعت هالكلام بطل أنه يهمني أول ما بلش عندي الأكس يضوم فتت بحالي نفسية صرت إزهق من حالي ومن الحكي اللي كان ينقلي أنه يقولوا يا حرام راحت علي مات فيها تكفي فكتير كنت إزعل واتأثر وأبكي وأقعد لحالي ما حب حدا يوعد معي أبدا كنت أتعصب على أي شي أنه كل ما قوم لأمشي يصير أتحس أنه الكل عم يتمسخر علي عم يضحق علي أنه صار معي هيك أنه أنا شو عملي لحتى أنه بطل أقدر شوف بطل أقدر أعمل زبط تيابي يا حالي وبطل أقدر أظهر يا حالي مع رفقات بس أنه كمانا كانوا بين جهاتين كتير يتمسخروني وضائما يضحقوا علي أنه ما فيني أنا أعمل كل شي هنا فيني عملوا سبور العدمون أعمل كل شي معهم فهل الشيء كله بطلت أقدر أعملها أنا بس أنه ما أنا ما حسس غيري أنه هو أنه هاش مأسر علي أنا بدايقني لما بصيروا يتنمروا علي بالمدرسة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ أنه بحس أنه اللي عنده إعاقة أنه ولا شي بلدني أنه بفكره حالا أنه كل العالم كاملين بس هو مفيش حدا كامل كل العالم ناقصين أنا بشوفها ملكي جميل لبنان بتمني عدرا عشوف متل قبل وبتمني أوسى لي أهلي المراتب وخلي أهلي مفخورين فيني ومبسوطين فخورين فيني ومبسوطين ترجمة نانسي قنقر